أهلاً وسهلاً بكم في بيتنا مدرسة مع الرياضيات للصف الثالث السنوية الفنية النهاردة موضوعنا التطبيقات على المشتقات وأول حاجة في التطبيقات على المشتقات معادلة المماس والعمود لو كان المطلوب مني معادلة المماس والعمود إيه الخطوات اللي احنا نتباحها أو نتعامل معها فيها أول حاجة معادلة المماس والعمود لازم نعرف هل فيه نقطة ولا لأ نقطة كاملة يعني سين واحد وصد واحد زوج مرتب تاني حاجة لازم نعملها أجيب كيمة الميل إزاي أجيب كيمة الميل هجيب المشتقة الأولى وعود بالإحداث السيني اللي هو مندهوري كده هطلع كيمة الميل وطبق القانون بكل سلاسة وكل بساطة جداً 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 في الحال تعال نشوف كده على اللاب الموضوع تطبيقات على المشتقات الخطوة الأولى لابد إنك توجد الميل اللي هي ده الشرطة بعود بالإحداث السيني اللي هو سين واحد دي كيمة الميل بعد كده بجيب معادلة المماس صاد نقص صاد واحد بسوميم في سين نقص سين واحد وخليها معادلة صفرية وتشتغل عادي معادلة العمود الميل لو كان مثلاً اتنين يبقى معادلة العمود سالب نص يعني يقلب المقام بسط والبسط مقام مع تغيير الإشارة معادلة العمود صاد نقص صاد واحد يبقى سالب واحد على الميل في سين نقص سين واحد تعال نطبق في تمرين يوضح الكلام ده تمرين واحد اوجد معادلة المماس والعمود للمنحنى صاد بيتساوي واحد على سين عنده سين بتساوي واحد السؤال واحد هنا ايه هو لو انت عندك نقطة من دهالي كاملة هل من دهالي زوج مرتب ولا لا هو مش من دهالي زوج مرتب يبقى اول حاجة اجيب الصاد المناظرة للنقطة دي تعال نشوف نعود في المعادلة نجيب الإحداث الصاد ده الواحد نعود فيه هيطلع واحد على واحد يبقى لما عودت بواحد كان الناتج واحد يبقى سين واحد بواحد وصد واحد بواحد بعد كده كده النقطة كملت هنجيب الميل هنجيب المشتقة الاولى ده الشرطة سين بيساوي المقام اللي هو سين في مشتقة البسط اي عدد اللي هو الواحد مشتقة كام صفر ناقص البسط في مشتقة المقام مشتقة السين واحد على مربع المقام سين تربيع لما نيجي نصفي كده هتطلع سالب واحد على سين تربيع أنا عود بالإحداث الصيني عندي الإحداث الصيني كام واحد يبقى هنا عود سالب واحد على واحد تربيع يدينا سالب واحد هو ده كيمة الميل طيب بعد ما نوجد كيمة الميل بنعمل ايه؟ نوجد حاجة كمان نطبق القانون على طول معادلة المماس ايه معادلة المماس؟ صاد ناقص صاد واحد بيساوي ميم في سين ناقص صين واحد ونش射 ايه جنب طيب نخвал نختص صاد واحد ونحط كماتجة اللي هي بواحد ونشيل صين واحد أشوف كمتها سالب واحد اهي صاد ناقص شلت صاد واحد وحطت مكانها كم؟ الواحد الميل بيساوي الميل شلته وحط مكانه القيمة الميل بتاعه سالب واحد في سين ناقص سين واحد سين واحد اللي هي قيمتها بواحد هنضرب ونفك الكوس يبع على طول صاد ناقص واحد بيساوي سالب سين زائد واحد لان سالب واحد في سالب واحد بمجاب واحد نخليها معادلة صفرية أصبحت صاد زائد سين نقلت السالب سين من ناحية التانية بإشارة مخالفة يبقى صاد زائد سين سالب واحد ونقص واحد يدينا سالب اتنين بسوي صفر طيب هو طلب معادلة المماس والعمود نفس الكلام مع ملاحظة الميل الميل سالب واحد على واحد يبقى الميل العمودي واحد على واحد يبقى هو قيمته واحد تعال نشوف معادلة العمور صاد مقصص واحد يسوي سالب واحد على الميل في سين نقص سين واحد برضو هنعوض بالنقطة سين واحد بكام بواحد وساد واحد بكام بواحد والميل بكام أهو الميل عند الميل إحنا جايبينه بسالب واحد يبقى الميل العمودي أقلب وغير الإشارة يسالب واحد على واحد هتبقى واحد على واحد يدينا واحد تعالى نفك الكوس هتطلع صاد ناقص واحد واحد في سين بسين ناقص واحد في سلب واحد بسلب واحد يبقى على طول السلب واحد ده يتروح مع السلب واحد يبقى صاد بيساوي سين ممكن أخليها معادلة صفرية صاد بيساوي سين ممكن أخليها معادلة صفرية صاد ناقص سين بيساوي صفر هي هي تعالى بقى كده قادي التمرين. فاحنا لما جينا مشينا وقلنا في حل المساءة اللي هي طلب منك معدلة المماس ومعادلة العمود. اول حاجة اشوف النقطة كاملة ولا لا? الزوج المرتب من الدهولي ولا لا? طيب بعد كده نجيب المشتقة الاولى ونعود بالاحداث السيني اللي موجود في النقطة. يبا هو ده الميل. طيب الميل لما يكون موجود عندي اطبق القانون. لو معدلة المماس صاد نقص صد واحد بيساوي ميل اللي هو الميل وافتح قص في سين نقص صد واحد. طيب ومعادلة العمود صاد نقص صد واحد بيساوي سلب واحد على الميل في سين نقص صد واحد. تعال نشوف كمان تمرين. اه اللي احنا هنشوفه لاجادة النقطة الواقعة على المنحنة. النقطة الواقعة على المنحنة. هكتب معادلة المنحنة الاول. اللي هو من دهولي. صاد. بعد كده بجيب المشتقة الاولى. وعود بيها لان المشتقة الاولى بتساوي الميل. طيب بعد ما جابي المشتقة الاولى. هقوم نحلل ونطلع قيم سين. ولما نطلع قيم سين نعود في الخطوة واحد. اللي هو رقم واحد اللي احنا كتبناه. تاني. لما ييجي عندك طالب منك النقطة الواقعة على المنحنة. تعمل ايه? اول حاجة نكتب المعادلة اللي هو من دهالي. معادلة المنحنة. صاد بيساوي. تاني حاجة نجيب المشتقة الاولى. ونسويها بالميل. بخليها معادلة صفرية ونحلل ونطلع قيم ايه? سين. لما تطلع قيم سين هيبقى محتاج صاد. لان احنا قيلين ان النقطة يبقى زوج مرتب سين وايه? وصاد. فبعود في الاولى خالص. اللي هو من دهالي. تعال نشوف تمرين اللي كده. تمرين. بيقولك اوجد النقطة الواقعة على المنحنة. صاد بيساوي سين تكعيب نقص ستة سين تربيع زائد خمسة. التي يكون المماس عندها موازيان المحور السينة. تاني. عاوز النقط اللي وقع على المنحنة ده. بس المماس عندها موازيان محور ايه? المحور السينة. يعني محور السينة. طب الميل. الميل. اي خط مستقيم يوازي محور السينة. بيساوي ايه? بيساوي صفر. خلي بالكم. نقول الحل. كتبت المعادلة اللي هو من دهالي. ونسميها واحد. طيب. المماس يوازي محور السينة. يبقى الميل بيساوي ايه? صفر. يبقى المشتقة الاولى بتساوي صفر. نجي نشتق. سين تكعيب. يبقى عبارة عن ايه? تلاتة سين قس اتنين. القص بضربه في المعامل. واطرح منه واحد. تلاتة في واحد بالتلاتة. سين قس اتنين. طيب. اللي الاتنين في سالب ستة بسالب اتناشر. سين قس واحد. طب هو مشتقة الخامسة صفر. قلتلك طب بعد كده بنعمل ايه? بنحلل. تعالى نحلل. ناخد تلاتة سين مشترك. تلاتة سين قس اتنين على تلاتة سين. تلاتة راحت مع التلاتة. سين قس اتنين على سين فيها السين. هنا سالب على الموجة فيها السالب. اتناشر على تلاتة فيها الاربعة. سين على سين راحوا مع بعض. بيساوي صفر. من هنا تلاتة سين بيساوي صفر. ومنها سين بيساوي صفر. خلي بالك. القص سين نقص اربعة بيساوي صفر. ومنها السين بتساوي كام? اربعة. طيب طلعت كيم سين. طيب الخطوة اللي بعد كده اللي هنعملها ايه يا مصدر? آه الخطوة اللي بعد كده. نعوض عن كيمة ايه? سين. تعال نعوض. في ايه? في الخطوة الاولانية خالص. سين عندي تلعب بكام? بصفر. اعوض عن سين بصفر. يبقى هنا مكان السين. حطت سفر. يبقى سفر قسي تلاتة. نقص ستة في صفر قسي تلاتة زائد خمسة. يطلع بكام? بخمسة. يبقى اول نقطة لما عوضت عن سين بصفر سات بخمسة. يبقى هي الزوج المرتب. سين الاولانية. صفر وصات بخمسة. طيب. بعد كده انا عوض عن كيمة سين. سين كامل كام? باربعة. طب سات. تعال. سات يساوي اربعة قسي تلاتة. نقص ستة في اربعة قسي تلاتة زائد خمسة. يدينا سالب سبعة وعشرين. يبقى الزوج المرتب لما عوضت عن سين باربعة. والناتج سالب سبعة وعشرين اللي هو صار. يبقى الزوج المرتب اربعة وسالب سبعة وايه? وعشرين. يبقى دي نقطة تقع على المنحنة. ودي نقطة تقع على المنحنة. يبقى النقطة الواقعة على المنحنة هي سفر وخمسة واربعة وسالب سبعة وعشرين. دي كده لما تيجي تبص للمسألة وتيجي تتعامل فيها بكل هدوء. عاوز النقطة الواقعة على المنحنة. اعمل ايه? اكتب المعادلة المنحنة اللي هو مدهالي. الصورة بتاعتها. بعد كده بجيب المشتقة الاولى. وبعد ما بجيب المشتقة الاولى بعمل ايه? بسويها بالمية. وخليها معادلة صفرية وحالة. اطلع كيمسين. اول ما اطلع كيمسين. اعود في الخطوة الاولانية. خالص. تعال نشوف على اللاب. التمرين كمان. والتمرين هيبقى ايه? شامل هنا. اوجد النقط على الواقعة على المنحنة. صاب بساوي سين ناقص اثنين على سين ناقص واحد. والتي يكون المماس عندها موازية للمستقيم صاد ناقص سين بساوي اربعة. خلي بالك لما هنيجي هنيجي بمعادلة المنحنة صاد اللي هو مدهالي. ولما نيجي نشتق تخلي بالك دي دلة كسرية. المقام في مشتقة البسط ناقص البسط في مشتقة المقام على مربع المقام. ونساوي الكلام ده بالميل. تعال الصاد بساوي. المماس يوازي كده يوازي المستقيم صاد ناقص سين بساوي اربعة. اذا ميل المماس سالب معامل سين على معامل ايه? صاد بساوي واحد. تاني كتبت المعادلة الاولانية اللي هو مدهالي معطى. صاد بساوي سين ناقص اثنين على سين ناقص واحد. اه وسمينا دي معالة واحد. المماس يوازي المستقيم صاد ناقص سين بساوي اربعة. يبقى ميل المماس سالب معامل سين على معامل صاد. معامل سين سالب يبقى سالب في سالب بموجب واحد على معامل صاد اللي هي واحد واحد على الواحد فيها الواحد. طيب نجيب المشتق المقاه اللي هو سين ناقص واحد في مشتقة البسط مشتقة السين واحد ناقص البسط سين ناقص اثنين في مشتقة المقاه مشتقة السين واحد ومشتقة الواحد صفر. على مربع المقاه سين ناقص واحد كل تربيه. خلص نفسك على طول يبقى ده الشرطة بيساوي بسط سين ناقص واحد ناقص سين زائد اتنين. على سين ناقص واحد كل تربيه. السين راحت مع السين. سين وسالب سين راحت مع بعض. اتنين ناقص واحد يدينا واحد. على مربع المقام. يبقى واحد يبقى هنا المشتقة بنسويها بالميل. الميل بطلع عندي كام? واحد. يبقى واحد على سين ناقص واحد كل تربيه بيساوي واحد. تعالى. يبقى نضرب الطرفين والوسطين. يبقى عندي سين ناقص واحد كل تربيه بيساوي واحد. بأخذ الجزر التربيعي للطرفين. يبقى سين ناقص واحد بيساوي موجب او سالب واحد. ومنها سين ناقص واحد بيساوي موجب واحد. وعندي سين ناقص واحد بيساوي سالب واحد. طيب سين ناقص واحد لما بيساوي واحد. اود السالب واحد الناحية التانية الطرف الاخر يطلع سين بيساوي اتنين. طيب سين ناقص واحد بيساوي سالب واحد. لما ودي سالب واحد الطرف الاخر تطلع سين بصفر. طيب كيام سينة نعوض في المعادلة الاولى واحد بالتعويد في واحد عوض عن سين باثنين يطلع صد بيساوي اتنين ناقص اتنين على اتنين ناقص واحد يطلع بقيمة بصفر يبقى اول زوج مرتب عندي سين باثنين وصد بكام بصفر طيب نعوض عن سين بصفر يبقى صد اللي هتطلع عندي صد بيساوي صفر ناقص اتنين على صفر ناقص واحد الناتج يطلع سليب اتنين على سليب واحد تطلع الناتج اتنين يبقى الزوج المرتب ايه سين بصفر وصد بكام باثنين يبقى الزوج المرتب صفر واثنين يبقى النقاط هي اتنين وصفر وصفر وايه واثنين دي كده المسألة لما بتجي لك انت بيطلب منك ايه معادلة المماز ومعادلة العمود او النقط الواقعة النقط الواقعة عشان نجيبها زي ما هو وضع من التمدين اللي احنا حلناه اول حاجة بنكتب النقطة تاني نكتب المعادلة اللي هو مدهالي اللي هي سط اول حاجة بعد كده نجيب المشتقة الاولى ونسويها بالميل طيب وبعد كده نطلع كيام سين لما نطلع كيام سين عود في الخطوة الاولانية خالص اللي هي كيمة سط اللي هو مدهالي في المسألة ما بنعملش اي حاجة ولا هو اختراع ولا اي حاجة هي خطوات سابتة وهي المطلوب منك في التطبيق كده خدمة تطبيقين التطبيق الاولاني معادلة المماز والعمود التطبيق التاني النقط الواقعة على المنحنة طيب نيجي بقى نتعامل نشوف التمرين اللي هو ده هنا تمرين من التمرينات بيقولك اوجة معادلة المماز والعمود للمنحنة صاد بيساوي الجزر التربيعي لسين تربيع زائد ثلاثة عند السين بتساوي واحد واثنين طيب هنا مديني النقطة كاملة هنا مديني النقطة كاملة تعال بقى نشوف لما هو اداني النقطة كاملة نعمل ايه الحل هنا بقى لما تيجي تقول المشتقة الاولى طيب مشتقة ده اللي جزري هكتب على طول الجزر تحت في المقام وحطه قدامه اتنين القاعدة طيب واكتب في البسط ايه مشتقة ما تحت الجزر طيب مشتقة السين تربيع اتنين سين ومشتقة التلاتة سفر يبقى على طوله مشتقة اتنين سين ماشي ننشطه بالاتنين مع الاتنين يطلع سين على الجزر التربيع السين التربيع زائد التلاتة طيب ده الشرطة الله النقطة الاحداث السيني بتاعها كام واحد نجيب ده الشرطة واحد ده الشرطة واحد لما نيجي نشتغل عليها هتتلاقي تعود عن سين بواحد واحد على الجزر التربيعي الواحد زائد التلاتة واحد زائد التلاتة الله يدينا كام اربع جزر اربع باثنين يطلع واحد على اتنين اللي هو نص وهو ده الميل اللي احنا مرطل تعال نشوف يا الله ده هو طالب معادلة المماس والعمود انا جبت الميل نطبق في القانون صاد ناقص صد واحد على سين ناقص صد واحد بيساوي الميل او صاد ناقص صد واحد بيساوي مين في سين ناقص صد واحد اللي اتنين واحد تعال نشوف اهو صاد ناقص صاد واحد صاد واحد بكام باتنين يبقى سالب اتنين بيساوي الميل اللي هو نص في سين ناقص واحد تضرب في اتنين عشان تطير الكسر يبقى عندي اتنين صاد ناقص اربعة بيساوي سين ناقص واحد خليها معادلة صفرية يبقى اتنين صاد ناقص سين ناقص ثلاثة بيساوي صف لان سالب واحد لما تروح ناحية التانية الطرف الاخر يبقى سالب اربعة زائد واحد يدينا سالب ايه? تلاتة. طيب معادلة العمود. معادلة العمود عند النقطة واحد واثنين. برضو نفس الكلام صاد ناقص اثنين بيساوي الميل والميل هنا لما تيجي تشوف الميل الله ده الميل كان الواحد على اثنين. الميل العمودي هقول اثنين على واحد وغير الاشارة يبقى سالب اثنين. في سين ناقص واحد. تعال بقى كده نخليها نفك القص. صاد ناقص اثنين. سالب اثنين في سين بسالب اثنين. سين. سالب اثنين في سالب واحد بموجة باتنين. خليها معادلة صفرية. هتطلع عندك صاد زائد اثنين سين. لما ودي الاثنين الطرف الاخرة تبقى سالب اثنين مع سالب اثنين يدينا سالب ايه? اربعة. يبقى صاد زائد اثنين سين ناقص اربعة بيساوي صفر. نيجي الحتة التانية اللي احنا اخدناها. خدنا في التطبيقات على المشتقات حاجتين. ايجاد معادلة المماس والعمود. وقلنا معادلة المماس والعمود يلزم وجود مقطع. كاملة. اللي هي سين وصاد. اللي هي سين واحد وصاد واحد. بعد كده بجيب المشتقة. ونخليها معادلة صفرية. ونحلب ونطلع كيم سين. ثم نعوض. عن كيم. اه في القانون صاد ناقص صاد واحد. اه صاد ناقص صاد واحد يسوي ميم في سين ناقص صين واحد. نعوض عن كيمة الميم. ونعوض عن كيمة صاد واحد. ونعوض عن كيمة صين واحد. وتطلق وتخليها معادلة صفرية وتبسطها وخلاص خلص. طب الميل العموتي. نجيبه. اللي هو سالب لو الميل بميم يبقى سالب واحد على ميم. اقلب المكان بسط. والبسط مكان وغير الاشارة. ويبقى هنا على طول معادلة العمود صاد ناقص صاد واحد بساوي سالب واحد على الميل في سين ناقص صين واحد. تمام? ونخليها برضو معادلة صفرية. التطبيق التاني اللي احنا اخدناه. التطبيق بسيط. النقط الواقع. نكتب المعادلة اللي هو مدهالي. بعد ما بكتب المعادلة فاهمني? نكتب المعادلة اللي هو مدهالي. واسميها واحد. بعد ما بكتب المعادلة اللي هو مدهالي. بجيب المشتقة الاولى. وسويها بالميل. لما سويها بالميل اخليها معادلة صفرية. وحلل واوجد كيمة سين. ثم نعوض في واحد. هنيجي بقى تطبيق فيزيائي. اللي هو لما يجي ديني دلة في الزمن تعال نشوف على اللاب إذا كانت فيه المسافة دلة في الزمن فإن السرعة هي معدل التغير المسافة بالنسبة للزمن يبقى عين دل فيه على دل ايه نون معدل التغير دل فيه على دل نون عين السرعة طيب طب العجلة هي معدل تغير السرعة بالنسبة للزمن طيب يبقى العجلة اللي هي جين بيساوي ايه؟ بيساوي دل عين على دل نون تعال نشوف تطبيق دي كده ونشوف احنا بنعمله ازاي تمرين يتحرك جسيم يتحرك جسيم يتحرك جسيم في خط مستقيم فيقطع مسافة فيه سنتيمتر في نون سانية بحيث ان فيه بيساوي نون تكعيب زائد تلاتة نون تربيع زائد اتنين نون زائد خمسة سنتيمتر اوجد السرعة والعجلة عند نون بيساوي واحد تعال نشوف الكلام ده ونشوف احنا بنعمله ازاي اول حاجة الحل اول حاجة السرعة معدل تغير المسافة بالنسبة للزمن يبقى دال فيه على دل ايه؟ نون نجي تلاتة نون تربيع ليه يهي نون قس تلاتة يبقى تلاتة في واحد بتلاتة نون قس اتنين وسح من قس واحد ماشي وبعد كده 3 نون قس اتنين يبقى اتنين في ثلاتة بستة نون وبعدين اتنين سين يبقى مشتكتها اتنين طب عنده نون بيساوي واحد تعال نون نعوض عن نون بواحد يبقى بيساوي عين بيساوي اللي هي دال فيها على ده النوم 3 في 1 قس 2 زائد 6 في 1 زائد 2 3 زائد 6 1 قس 2 ب1 في 3 بتلاتة 1 في 6 ب6 يديني الناتج عندي 11 سنتمتر على الثانية طيب نجيب العجلة هم نشتك العين العجلة بيساوي ده العين على ده النوم طيب نروح للعين نشتكها هنا القس 2 2 في 3 ب6 نون قس 1 وهنا دي من الدرجة الاولى نحط المعامل مشتكة بتاعتها نوجة ب6 نون مشتكتها موجة ب6 ومشتكت الاتنين بكام بصفر طيب نعود عن نون بواحد يطلع عندي جيم 6 في 1 زائد 6 بيساوي 12 سنتمتر على الثانية تربية طبعا التطبيق الفيزيائي معدل التغير بالنسبة للزمن لما نجي لتعريف السرعة هي معدل تغير المسافة بالنسبة للزمن يبقى السرعة لما اجي اعملها اقول دا الفهر على دم اشتك المسافة بالنسبة للزمن طيب اعمل ايه تاني تعالى طب انا عاوز العجلة العجلة معدل تغير السرعة بالنسبة للزمن يبقى اشتكل ايه السرعة يبقى بمشرك السرعة يتدين العجلة واعوض عن كيمة اللي هو من دهالي لو الزمن من دهولي باثنين ثانية وبعوض عن الزمن باثنين لو الزمن من دهولي بواحد ثانية زي المسألة برضو نعوض عن الزمن بواحد ثانية حاجة بسيطة جدا وما فيش اي مشكلة فيها تعالى بقى كده نشوف تمرين كمان هنا لما يكون دلة اه في الزمن ونيجي نتعامل معها الدلة لما يكون فيها متغيرين ولها معدل تغير يبقى خلي بالكو اه معدلات التغيرات المرتبطة بالزمن معدل التغير المتغيرين هنا مرتبطة بالزمن يعني مشتكة سين هتقولي دلسين على ده النوم تص�로 مشتكة سين قس اثنين هتقولي اثنين سين في دلسين على ده النوم تصielle مشتكة صاد دلصاد على ده النوم تص człkov مشتكة صاد قس اثنين اثنين صاد دلصاد على ده النوم تبدأ تعمل الحاجة بكل بساطة وكل ارتياحية تعالى في اللاب التمرين ده بيقولك ايه في التمرين على اللاب تتحرك نقطة على المنحنة سين تربيع زائد سين سات زائد سات تربيع بيساوي سبعة وكان معدل تغير احداثيها السيني بالنسبة لزمن عند النقطة سلب واحد وثلاثة يساوي واحد من عشر اجد معدل تغير احداثيها الصادي بالنسبة للزمن عند نفس النقطة تعالى نشوف الكلام ده ونشوف احنا بنعمله ازاي اه اول حاجة الحل هنشتق سين تربيع اتنين سين ده السين على ده النون زائد حاصل ضرب دلتين سين سات قال لبالكم سين في دال ساد على دال نون زائد سات في دال سين على دال نون عاصل ضرب دلتين اللي احنا خدناها الاول الاولى سين في مشتقة التاني اللي هي سات دال ساد على دال نون زائد التاني سات في دال سين على دال نون طيب زائد اتنين سات في دال ساد على دال نون بيسوي ايه بيسوي صفر لان مشتكت السبعة صفر تعالى بقى هو مديني دال سين على دال نون بكام بواحد من عشر طي ومديني عند النقطة كام سلي بواحد وثلاث يبقى سين خلي بالقوا يبقى انا هشيل هنا في المعارلة اللي فوق اللي انا اشتقتها دال سين على دال نون وحط واحد من عشرة وحشيل مكان السين وحط سلي بواحد ومكان الساد تلاتة لان هو اللي قال لي عند النقطة سلي بواحد وثلاثة يعني سين بسلي بواحد وصب بتلاتة يلا كده اتنين في سين سين بكام بسلي بواحد دال سين على دال نون بكام بواحد من عشر زائد سين بكام بسلي بواحد في دال ساد على دال ايه نون زائد ساد بكام تلاتة في دلسين على دلنون اللي هي واحد من عشر زائد اتنين صاد يبقى اتنين في تلاتة في دلساد على دلنون ما اعرفهاش مدهه ليش بيسوي صفر لما نجمع المعاملات بتاعة الصاد اتنين في تلاتة بستة ناقص واحد يدينا خمسة دلساد على دلنون لما نيجي ندرب بالتانين اتنين في سالب واحد في واحد من عشرة هتبقى سالب اتنين من عشرة ويهيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي عشر. بالاسمة على خمسة. هتطلع الناتج دال صد على دال نون بيساوي سالب اتنين من مية. هنا آآ المعدلات المرتبطة بالزمن. معدل التغير والمرتبط بالزمن. آآ ناخد كمان آآ تمرين. تمرين بسيط جدا وتمرين له آآ ارتباط وصيق بمسألة لفظية. والمسائل اللفظية دي من الحاجات اللي هي آآ الطالب بيبقى متضايق منها. ولازم نفسر كل حاجة بتتقال ازاي. باللون قروي يتسرب منه الغاز بمعدل تمانين سنتيمتر مكعب لكل ثانية. معلش التلاتة تحت شوية. معلش. اوجد معدل تناقص الله معدل تناقص. واول لما تسمع كلمة معدل يبقى معدل تغير بالنسبة لزمن. ولما حاجة بتنقص يبقى الاشارة تكون سالبة. معدل تناقص نصف قطره عندما يكون نصف القطر ستين سنتيم. خلاص تاني. يعني هو هنا لما تيجي تفسر باللون قروي يبقى كاره. يتسرب منه الغاز. يعني بيقيل. بمعدل تمانين سنتيمتر مكعب لكل ايه. ثانية. اوجد معدل تناقص نصف قطره عندما يكون نصف القطر ستين سنتيم. ثم اوجد معدل تغير في مساحة سطح. ده ده مطلوب حاجتين. تعاوز معدل تغير نصف القطر. ومعدل تغير ايه? في مساحة السطح. في المساحة. حيث ان باي من الدهالي تلاتة واربحتاشر من مية. بسم الله. ما شاء الله. لو بصتلي الوحدة دي تمانين سنتيمتر ايه? مكعب. يبقى دي حجم الكرة. مش اقل لي بلون قروي. يبقى دي حجم الكرة مدهولي. خلاص? تعالى مدهولي معدل التغير فيه. معدل تغير حجم الكرة. طب حجم الكرة بيساوي ايه? اربعة على تلاتة. باي نقق تكعيب. طب معدل التغير بتاع حجم الكرة. خلي بالك ده الحاح على ده النوم. ونقق هي اللي بتحدد الكرة تزيد ولا بتقل النصف الكتر يزيد يبقى الكرة بتزيد. البلونة اللي على شكله كرة. لو بتقل هي بتقل. تعال يبقى تلاتة بتاع نقق تكعيب. تدري في الاربعة تطلع باتناشر على التلاتة يبقى فيها الكام. الاربعة. باي نقق تربية. في ده النقق على ده النوم. في ده النقق على ده ايه? نوم. تعال لبقى نشوف. مالش مش مكتوبة هنا ده النقق على ده النوم. نشوف التعويض. ده الحاح على ده النوم. بكام? ايه? بسالب تمانين. لانه قال لي يتناقص تمانين سنتيمتر مكعب لكل سانية. بيساوي اربعة. في باي اللي هي تلاتة واربحتاشر من مية. في نقق تربية ستين تربية. في ده النقق على ده النوم. تعال نشوف. يطلع ايه? يبقى ده النقق على ده النوم بيساوي سالب تمانين على الكلام ده كله اللي مضروف في ده النقق على ده النوم. يعني سالب تمانين على اربعة في تلاتة واربحتاشر من مية. آآ في ستين تربيع. يطلع الناتج عندي سالب خمسة على الفين تمانمية ستة وعشرين. طيب التغير في المساحة. طيب مساحة القرى ايه? عبارة عن ايه? مساحة القرى اربعة باي نقق تربيع. طيب معادة التغير. ده الميم على ده النوم. يبقى اتنين فاربعة بتمانية باي نقق في ده النقق على ده النوم. طيب معود. يبقى التمانية في تلاتة واربحتاشر من مية في ستين في ده النقق على ده النوم. احنا جبناها قبل كده سالب الخمسة على الفين تمانمية ستة وعشرين. بيساوي سالب تمانية على تلاتة. المسائل سهلة. ما فيش اي صعوبة فيها. واحنا لما بنيجي نشتغل بنشتغل قوانين قدامنا وبنطبق القوانين. بل لون يتصرب منه الغاز بتمانين. الله يتصرب يعني بينقص. لما جا عود معدل التغير بتاعه يبقى سالب تمانين. طيب وايه اللي بيتغير قصده? يعني لما الكرة بتتغير نصف الكتر بتغير على طول. يبقى نصف الكتر لما يجي يتغير. اه مسلا نق تكعيب. اربعة على تلاتة باي نق تكعيب. يبقى التلاتة اضربها. في الاربعة يبقى اتناشر. يبقى اربعة باي نق تربيع في دال نق على دال نون. وعود بكل حاجة هو مندهالي. بنق اللي هو مندهالي واجيب دال نق على دال نون ويطلع المسألة معايا. طيب ويقول لك معدل التغير في مساحة الكرة. او مساحة البلون. تعال للمساحة. المساحة بيسوي ايه? اربعة باي نق تربيع. معدل التغير يبقى اتنين. القس هنا نق تربيع. اضرابها على طول فيها. يطلع تمان. باي نق. في دال نق على دال نون. طيب. تيجي انت بقى بتشتغل. اه تعاوب بيها. دال نق على دال نون كانت عندك كيمتها. باي عندك الكيمة بتاعتها. اه ونق عندك الكيمة بتاعتها. ويتعاوب بيها ويطلع المسألة على طول. اللي هي تلعت سالب. تمانية على آآ تلاتة. نيجي فترات التزايد والتناقص. فترات التزايد والتناقص. اول حاجة نعملها نشوف المجال. بعد ما نيجي نشوف المجال. آآ نوجد النقط الحرجة. نضع دال شرطة سين بيسوي صفر. طبعا هنعين كيمة سين. طيب ونعود بقى ايه نعين الفترات التي تنقسم بها آآ المجال. آآ لو كانت عندي دال شرطة سين المشتقة الاولى. كيمتها اقل من الصفر. يعني سالبة. فان الدلة الاصلية بيكون تناقصية. لو دال شرطة سين اكبر من الصفر. فان الدلة الاصلية تكون تزايدية. فترات التزايد والتناقص. تاني. نعين المجال. طبعا بيديني دلة كثيرة الحدود فمجالها على طول بيبقى حق. ما فهاش مشكلة الخطوة الاولانية. عشان تعين النقطة الحرجة يجيب المشتقة الاولى. وتسويها بالصفر. بعد كده نقسمها الى فترات. كل فترة لو دال شرطة تلعت سالبة يبقى على طول الدلة الاصلية تكون تناقصية. لو دال شرطة سين تلعت موجبة فان دال سين تكون الدلة الاصلية تكون تزايدية. تعالى بقى كده نشوف تمرين. التمرين بيقولك ابحث تزايد وتناقص الدل دال حيث دال سين بيسوي سين تجعيب نقص ثلاثة سين تربيع زائد ثلاثة سين نقص واحد. طبعا اول حاجة بنيجي نشتغل هنا التزايد والتناقص بيجيب المشتقة الاولى وبعد ما اجيب المشتقة الاولى بسويها بالصفر وبعد ما سويها بالصفر اطلع كيم سين. كيم سين دي اقسمها الفترات. لما نيجي نقسم لفترات دال شرطة سين عند القيم دي بتساوي صفر. طيب لو دال شرطة تاخد كيمة قبلها وكيمة ما بين الفترتين وكيمة بعدها. لو تلعت دال شرطة مجابة يبقى الدالة الاصلية تزايدية. لو تلعت سالبة يبقى الدالة الاصلية اه تناقصية. ودالة نشتغل على اساسه. نشوف في التمرين. تعال نشوف على اللاب. ابحث تزايد وتناقص الدالة. اه دال. حيث دال سين بيساوي سين تكعيب. ناقص ثلاثة سين تربيع. زائد ثلاثة سين. ناقص واحد فحة. نقول الحل. دال شرطة سين. يديني ثلاثة سين تربيع ناقص ستة سين زائد ثلاثة. طيب نسويها بالصفر. دال شرطة سين يساوي صفر. تعال. ثلاثة سين تربيع ناقص ستة سين زائد ثلاثة بيساوي صفر. بالاسم على ثلاثة عشان اخفضها وبسطها. يبقى سين تربيع. وهنا ستة على الثلاثة فيها الاتنين سين زائد ثلاثة على الثلاثة فيها الواحد بيساوي صفر. نحلل. هتطلع سين ناقص واحد كل تربيع بيساوي صفر. ومنها سين بيساوي واحد. طيب هنا لما نيجي نبص سين بيساوي واحد. تعال. عندك سين كيمتها بواحد. ده الشرطة سين كيمتها بصفر. خد الكيمة. اللي قبل الصفر. اللي قبل الواحد. وعور في ده الشرط. اهو. خد اي كيمة قبل الواحد. صفر. عور كده في الصفر في ده الشرطة. هتطلع صفر. نقل صفر. خلي بالك اهو تاني. خد القيمة. اللي هو على طول قبل الصفر. هتطلع على طول الاشارة سالبة. خد كيمة بعد الصفر. هتطلع الاشارة مجابة. يبقى في الحالة دي. هيبقى دي تناقصية. ودي ايه? تزايدية. يبقى هنا على طول نقول ان الدلة ده الشرطة في الفترة دي بتكون تناقصية. وفي الفترة التانية تكون تزايدية. تعال نشوف اللي احنا خدناه قبل كده. اه فيه تمرين كمان. ونيجي نشوفه على الورق. بيقول لك ايه? لو ما انت بتيجي تشتغل ابحث تزايد وتناقص الدلة. ابحث تزايد وتناقص الدلة. دل. حيث دل سين. بيساوي سين تكعيب ناقص ثلاثة سين تربيع. زائد ثلاثة سين ناقص واحد فيها. لما تيجي تشوف مسألة زي كده تعمل ايه? تجيب المشتقة الاولى. ده الشرطة سين. تلاتة في الواحد بتلاتة سين قصة اتنين. اتنين في سلب تلاتة بسلب ستة سين. زائد تلاتة. اهو من الدرجة الاولى. يبقى تاخد المعامل تلاتة ومشتقة الواحد سفر. ناخد ده الشرطة سين. نسويها بصفر. يطلع عندي تلاتة سين تربية ناقص ستة سين زائد تلاتة. بساوي سفر. بالاسم على تلاتة. يبقى سين تربيع ناقص اتنين سين زائد واحد بساوي سفر. تعال نشوف باقي الكلام ده. يبقى على طول لما تيجي تحللها يقول لك اه سين ناقص واحد بكل تربيع بساوي سفر. ومنها سين بساوي واحد. لما تيجي ترسم على خط الاعداد. ده الشرطة سين. وهنا سين. سين كمتها بواحد. وهنا هتبقى بسفر. خط كيمة قبل ده هتطلع سالبة. وكيمة بعدها تطلع ايه مجابة. يبقى هنا تطلع تناقصية وهنا تطلع ايه تزايدية. يبقى هنا الفترة على طول من سلب ملا نهاية الى الواحد الدلة تناقصية. من سلب ملا نهاية الى الواحد الدلة تناقصية. ومن واحد لملا نهاية الدلة تزايدية. طيب. هنا تزايد وتناقص الدلة. نبدأ نشوف حاجة جديدة معانا. الحاجة الجديدة اه اللي هي عندنا القيم العظمى والصغرى المحلية. القيم العظمى والصغرى المحلية. اولا هنعين النقط الحرجة. هنكتب الدلة نفسها. وبعد ما هنكتب الدلة انا اجيب المشتقة الاولى. وبعدين بعد ما انجيب المشتقة الاولى. هنسويها بالصفر. وهنحلل ونطلع كيم سين. ونعوض في الدلة الاصلية وهي دي النقط الحرجة اللي يكون ايه موجودة عندنا. نشوف الكلام ده. ونشوف احنا هنعمله ازاي. مثالي كده. عين. النقط الحرجة. عين النقط الحرجة للدلة دال. ثم عين نحة. نحة. من حيث نهاية عظمى او صغرى محلية. حيث دال سين بيساوي سين تكعيب نقص ستة سين تربيع زائد تسعة سين زائد اتنين. تعال هنشوف الكلام ده ونشوف احنا هنعمله ازاي. اول الحاجة نقص ستة سين تربيع زائد تسعة سين زائد اتنين. ونسمي دي رقم ايه? واحد. بعد كده نجيب المشتقة الاولى. دال شرطة سين. طيب تلاتة سين تربيع نقص اتنين في ستة باثناشر سين. ودي من الدرجة الاولى يبقى زائد تسعة. ودي رقم كام? اتنين. نضع دال شرطة سين بيساوي صفر. يبقى معنى كده ان تلاتة سين تربيع نقص اتناشر سين زائد تسعة بيساوي صفر. بالاسم على تلاتة. عشان اقفضها هو بسطها. يبقى سين تربيع نقص اربعة. اتناشر على تلاتة فيها الاربعة. اربعة سين زائد تلاتة بيساوي صفر. طيب نحلل. لما نيجي نحلل. يبقى هنا كوسين بتساوي صفر. سين ناقص تلاتة. وسين ناقص واحد. يبقى سين بتساوي تلاتة. وسين بيساوي واحد. طيب. تعالى نشوف كده. عنده سين بتلاتة. ده لتلاتة. نعود في واحد. بالتعويض. في واحد. لان انا عاوز ايه? صاد المناظرة لها. تعالى نشوف. ده لتلاتة. يبقى هنا على طول. تلاتة قصة اتنين. قصة تلاتة. نقص ستة في تلاتة قصة اتنين. زائد تسعة في تلاتة. زائد اتنين. الناتج هيطلع اتنين. تلاتة في تلاتة. تلاتة سبعة وعشرين. وهنا سبعة عشرين اربعة وخمسين. وسالب اه اربعة وخمسين راحوا مع بعض. زائد اتنين يدينا اتنين. يبقى اول نقطة اللي هي طلعت كام? تلاتة واتنين. نقطة حارجة. ده الواحد. هيطلع معايا واحد قصة تلاتة. واحد قصة تلاتة. ناقص ستة في واحد بستة زائد تسعة زائد اتنين. هيطلع واحد وستة. يبقى على طول النقط. النقطة واحد وكام وستة. اذا تلاتة واتنين واحد وستة نقطة حارجة. اه طبعا الوقت اه يعني مصير واحنا مشتقين ليكم دايما وان شاء الله الى حلقة قادمة باذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.